السلام عليكم ورحمة الله واللهما صلي وسلم على رسول الله مرحبا بكم اليوم مع قناة لكي نتمنى لكم جاء أمهاتي اخواتي وإخوتي جاء يلقى لكم هذا الفيديو بخير وعلى خير يا رب العالمين اليوم ان شاء الله لعشاق القهوة جبت لكم كيكة اقتصادية يومية بذوش حبتها على البيض لاحلب ونضربها بصوت شوكولة بدون شوكولة سهلة مهلة تقطع لكمية كبيرة كل شي سيكون منزلي وسهل واقتصادي تقطع لكم كمية كبيرة نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد في التعليقات بكثرة أخواتي ما تنسونيش بالجام بتاعكم بسم الله على بركة الله حاجة الأولى اللي غدي نديرها غدي نخدم القهوة غدي ندير هنا في الابريس تاعي غدي نخدم القهوة تكون شوية تقيلة نستعمل هنا يفاميكو اخوتاتي تعطني بنا شابة وتاني البنة القهوة تقعد لي هنا غدي خليتها تطلع لي هديك القهوة ونجي هنا نخدم الكيك فيها غير زي حبة تعلبيض يكون بدرجة حارة الكوزينا تجيبوا هنا كاس تاع السكر يكون شوية بومبي من بعد غدي تطلعوا كل شي بالباطر البيض والسكر مع رشدة الملح هنا هذك المقطع تحدث ليه كي يطلع لكم هنا شوية لا تنسوش الحاوف اخوتاتي ما بودش نفوت لكم هذا اللقطة لازم هنا الحاوف تهوضوهم لش السكر يكون راسي لكم في الجوانب هنا هو تاكي مهاكا ونكون موجدة قدامي الزيت عندي نصف كاس تاعزيت في تغير بشوية هنا اخوتاتي يعني تحت هذك الخطاء الكاس نهوضو بشوية انا عاود هنا بالباطر تقدروا تخدموا غير بالفو اخوتاتي انا غير باش نسهل على روحي ونضيرها بفي وقت قصير هنا تسرسبوا هذك الزيت تسرسبوه كل خيط وتقعدوا تضربوا هاكا تضربوا وطلعوا في الخالط تاعكم البيض والسكر والزيت هذه هنا حاجة اللولة قلتكم مع رشة الملح ما تنسوهاش هنا تبغي تزيد لفاني تزيد لفاني لكن انا استغنيت عليها بس قد نضير القهوة هنا ينزيد ملعقة كبيرة تاع الكاكاو البني وما دا بيكم انتاني لكن عندكم الكاكاو هذك لك حل ديروا الاسود لكن هذك اللي تكون فيه رحة الشوكولة لاشكين نوعيات تاع الكاكاو دايما تروحوا تشرووا ونوصيكم اللي قد تشموا الريحة تاعه اللي تجي فيه رحة الشوكولة رحة عفو الشوكولة هذك هو النوعية الجيدة ندخل هنا هذك المغرفة تاع الكاكاو وبعد اللي غربتها مع الماء زينا وباقي المكونات تمليح مليح احتى اللي تتشرب لك هذك المكونات السائلة تلدروك غادي نجيب كاس تاع الفانينا ونغرب له مباشرة نغرب له هنا اخواتي وندخله هو تاني في قلب الخالط من بعد هنا نزيد فيه 10 قرامة تخمرت الحلوة احتى هي مع الخالط ونبدأ هنا هكا نخلط ونشف في العجين تاعي ولا في الكيكة تاعي اخواتي حاطيت لكم في البارح الفيديو تاع الحلوة الطابع من اروع ما يكون نتمنىكم قاعد جربوه لانه يعني حاجة والله العدم طوب راني يدرت فيه اجتهاد خاص مني جا من اروع ما يكون من بعد هنا يكي دخلت هذك فارينة الكاست على الفارينة الأول هنا تلدروك جبت هذك القهوة شوفوا طلعت لي ما شاء الله وجاية قاطعة هنا غاد نحط الكاست على القهوة مغلي راح عادكينة حامي بزاف وهنا نبقى نخلطه في هذ المرحلة حتى يخفف لي الخالط شوفتو هنا حتى يخفف لنا خالط مديروش مقابل للفارينة لخاطرش يكون كاين البيض وكل شيء يديلكم يعني مشاكل حطوه بعد الكاست على الفارينة نبقى هكا نخلط وهنا نجيب الكاس الزاوج نحطها تاني على دفوعات أنا مداري نديرها عيني هي ميزاني لكن اليوم عطيتكم هكا بمقادير جد مضبوطة الفارينة اللي استعملتها هي تكارونتسنك بتاع الحلوة لتبغي تخدم بمتعدد الاستعمال لكن هنا غادي يتنقص من الكميه اللي غادي نديرها انا يتزيد شوية ما تكون شبيناتهم بدافرنس بزاف هنا كملت الكاس الزاوج وهنا زيت تقريبا نصف كاس يعني زوش كيسان ونصف على الفارينة قبل ما نضيف القهوة الحامية و كاس عفن ونصف ضفناه بعد القهوة نضرب كما هكا ونخلط غير بالفوة احتالي ولي اللي خالط كما تعل الكيك كما رانا موارفين نديروه تعل المسكوتشو ولا تعل الكيك هادي هي هادا هو الخالط كما تشوفو فيه هانا انتو ما كيت بدو الكيك تاعكم غادي تشعلوا الفورن تاعكم يحمى على درجة حرارة 180 ما تدرسوهاش هانا سني تاعي طول تاعها في 30 العرض في 24 راني ادهنته بشوية المارغارين وزيت فوقها رشة كاكاو وقلعت قاعدة الكاكاو الزيادة وقلعت قاعدة الكاكاو وقلعت بشوية المارغارين وقلعت بشوية المارغارين وحضرت الخالط الزائع كما شفتوه وانا تخبطوه فيها وعلى البوتاجي يخرج لكم الفقاعات الهوائية وانا استعانا بيعود خشابه تحديثوا هادا طريقة كما هاكا شوفو هانا غادي خلطوها بهذا الطريقة درجة الحرارة نهوضها 160 ونطلعها الى الشبك الوسطاني نخليها طيب حوالي 20 دقيقة من بعد نزيدها 5 دقائق نشعل عليها غير من فوقها وانتوما عسوا الكيكا سوفو نخدموا السوس شوكولة اقتصادية جدا لا يوجد حليب تديروا تلت مغارف السكر وزوج مغارف الكاكاو تديروا مغارف كبيرة على الفارينة من بعد نخلط بالفو المواد الناشفة وتقدروا ثاني هنا تزيدوا معها عطر القهوة اما تزيدوا معها عطر الفانيلا وتزيدوا معها كاس على الماء وتخلطوا غاية وتخلطوا غاية وتخلطوا غاية وتخلطوا غاية وتضعوا فوق النار كما تطيبوا دائماً تطفوا عليها وتضيفها مغرف صغيرة وعند زبدة مغرف صغيرة على الزيت خلطة مليح مليح المكونات كريمة او صوص شوكولة سوف نحضر صوص شوكولة حامية تجعله يبرد حتى يبرد غاية تجعله مليح مليح بالعود الخشابي وتشربه بالقهوة والقهوة تكون باردة والكيك يكون بارد هذه ملاحظة اخواتي تشربه بالحليب اما تجعله هكا ناشف لما بغيتوش مشرب لكن كي تشربوه يجي بزاف شباب انا هنا ما شربتاش بزاف ما يبغوش هكا مشرب بزاف هنا كل واحد والدوقت بتاعه من بعد هنا تجو تحطوا فوق هذيك السلصة اللي قد تكون حامية باش مدلكم اشتكتولات وتحطوها فوق الكيك اللي يكون بارد نعود نأكد لكم وتحطوها هنا يا اخواتي وهكا ومن بعد تسقموها وتعدلوها شوفو هنا كيفاش طلعنا ورهم مستوي وماشاء الله عليه جاب زاف شباب هنا غادي نقعد نسقم في هذيك سوس شوكولا هنا لكان عندكم الكاكاو الاسود خدمو به جي افضل منذاري كنديلها بالاسود جي اللون تحا يشاهي اكتر وهنا يا اخواتي كما هكا غادي نسقمها غير بسباتول ومن بعد هنا تديرو لها رشة كوكا ملفوغة محمص وكان هنا يكون كاسي تقدروا تديرو انتوما اي حاجة تبغوها ملفوغة تبغو تديرو هذيك يعني شوكولا هذيك شربة شوكولا كيما بغيتو يعني تزينوها تزينوها وهذا هو الشكل تحاجة من اروع ما يكون تخلوها حتى يعني تشدروا حامله يحمله وتبرد غاية عادة كنا تقطعوها اسفنجية جداً تدخلو الخدمة يفوت فيها ما تقطعوهاش بالخدمة المنشار تقطعوها بالخدمة عادي هذيك اللي تنقوا به البطاطا وهنا يشوفولي السمكة ما شاء الله حجم عائلي تعطيكم قطع بزاف يعني القطع راهي كبيرة خرجتلي 12 قطعة كبيرة كما كنتشوفوا الله يبارك ودوقتها حتى نقولكم بزاف شباب اللي عشاق القهوة غادي تولي لهم إدمان احنا يا اخواتي ان شاء الله تجربوها ان شاء الله تنجحوا فيها كما قلت لكم ما تستخسروش فيها وهذاك اللايك تاعكم واللجاة وتاني تحطونا تعليق اسفل الفيديو فيه صلاة والسلام على سيد الخلق ان شاء الله في ميزان حسنتكم وحسنتي استودعكم الله والسلام عليكم